اشتركوا في القناة تقصي سرطان الثدي مبكرا وتقديم نصائح ومعلومات دقيقة لتفادي المرض 2% من التنسيين يعانون التهاب المفاصل ومختصون يدعون الى اهمية استمرار العلاج ويعرضون حلولا بينها العلاج بالوياه المعدنية مرحبا بكم مشاهدين الاعزاء نستهل اخبارنا الليلة بالنبأ الذي شد العالم وشغله فقد حسم رئيس الامريكي البلبلة التي رفقت خبر مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي بين تكذيب وتصديق مؤكدا القضاء عليه خلال عملية عسكرية نفذتها قوات امريكية خاصة البارحة شمال غرب سوريا ووفق مصادر متحفظة فان العملية ليست امريكية صرف بل تمت بناء على معلومات استخباراتية عراقية كما ساهمت في تنفيذها كل من تركيا وسوريا والقوات الكردية كما سرح به ترامب بعد توتر انباء مختلفة عن مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي في عملية القوات الخاصة الامريكية في سوريا جاءت كلمة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تؤكد هذا الخبر وحيثيتها حيث اعلن ترامب مقتل البغدادي خلال غارة قادتها القوات الامريكية ليلا شمال غرب سوريا ادت ايضا الى مقتل عدد من قيادة التنظيم الارهابي ترامب اوضح ان البغدادي فجر سطرته الناسفة فقتل نفسه واطفاله الثلاثة وانهار النفق عليها واضف ايضا انه تم تأكد من هويته من خلال نتائج الاختبارات التي اجريت بعد العملية شاكرا في هذا السياق كلا من روسيا والتركيا وسوريا والعراق والقوات الكردية لمساعدتهم لبلاده في عملية قتل البغدادي ووفق وزير الدفاع الامريكي فان الغارة التي شنت كانت تهدف الى اعتقال ابي بكر البغدادي اذا تسنى ذلك وقتله اذا دعت الحاجة لذلك عملية اكدت عديد الاطراف مساهمتها فيها اذ افد مسؤول امريكي بان الغارة شنت من قاعدة جوية في غرب العراق مشددا على اهمية دور العراق في نجاح العملية اما بغداد فقد اكدت ان جهاز مخابراتها حدد موقع البغدادي وكان قيادي كردي سوري تحدث عن مقتل زعيم التنظيم الارهابي في عملية استخباراتية مشتركة مع الولايات المتحدة واثر مقتل البغدادي قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان مصرع البغدادي يمثل ضربة قوية لتنظيم الارهابي لكنها مجرد مرحلة في الحرب ضد الارهاب وان الحرب مستمرة وهو ما ذهب اليه ايضا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي قال ان مقتل البغدادي يشكل لحظة فارقة في المعركة ضد الارهاب لكن لم يتم القضاء على التنظيم بشكل كامل وفيما قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان مقتل زعيم التنظيم الارهابي البغدادي يمثل نقطة تحول في الحرب المشتركة ضد الارهاب اعتبرت ايران ان مقتله ليس ضربة كبيرة متهمة الولايات المتحدة بانها هي التي انشأت تنظيم داعش الارهابي اما روسيا فقد ذكرت وزارة دفاعها انها لا تملك اي معلومات تؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي نافية تقديم اي مساعدة للتحليق الطيران الامريكي في منطقة ادلب شمال غربي سوريا قراءة في عملية الاطاحة بزعيم تنظيم داعش الارهابي وتدعياتها الامنية والاستراتيجية على المنطقة العربية والعالم يقدمها الباحث في الجماعات الارهابية الاستاذ عبيد لخليفي اذا اهلا وسهلا بك استاذ عبيد كيف تقدرون توقيت العملية والطريقة التي نفذت بها التوقيت لهذه العملية هو ملائم لادارة الامريكية والى ترامب الذات الذي يجد نفسه محاصرا بضغوطات داخلية تتمس شرعيته كرئيس للويات المتحدة الامريكية الرغبة كانت رغبة امريكية صرفة في علاقة بترامب ولكن ادوات التنفيذ كانت ادوات اقليمية ككل يعني مما ذكره مثلا الترامب من الذين ساهموا في هذه العملية سوريا رغم القطيع الموجودة بين الادارة الامريكية وسوريا مع تركيا بعد التوغل في شمال سوريا مع العراق ومن خلف العراق نجد ايضا ايران معنى كل الدول الاقليمية شاركت في القضاء على زعيم هذا التنظيم لكي تمنح ترامب نوع من المصدقية الداخلية في تصديه لظهرة الارهاب في نهاية الامر انه هذه العملية ابعادها سياسية اكثر منها عسكرية في مكافحة الارهاب معنى هناك مكاسب سيتحصل عليها ترامب في الداخل الامريكي باعتباره يقدم نفسه كمحارب للارهاب وهو يستعيد ما كان انكره من قبل على الرئيس الامريكي السابق في عملية اغتيال وقتل اسامة بن لادن هل التوقيت كما كنتم تشرحون استاذ يضع ترامب في مأزق تلك التهمة التي لطالما تدولتها دول ومحللون سياسون بان امريكا هي من صنع تنظيم داعش كما صنعت قبله في اتهامات سابقة اسامة بن لادن وتنظيم القاعدة ربما التحليل الشخصي هنا فيما يتعلق بان هذه التنظيمات هي صناعة محلية وصناعة اقليمية لكن الادارة الامريكية تحسن توظيف هذه التنظيمات لتوزيع جندتها السياسية في علاقتها بتدمير بعض الدول من بينها العراق من بينها سوريا وكل هذه الدول المحيطة بالعراق والسوريا التي تصبح في مرحلة خطر وخاصة دول الخليج من الكارثة الارهابية وبانتشار هذه التنظيمات معناها الادارة الامريكية هي تدير الصراع في علاقة بالارهاب حسب اجندتها المعدة سلفا مصالحها الاقتصادية والسياسية طبعا وخاصة في المنطقة العربية وفي اقليم شرق العالم بالتحديد نتحدث هنا لمنطقة الهلال الخصيب نعم نتحدث عن سوريا اساسا والمبنان نتحدث ايضا عن العراق والغرفة الخلفية اللي هي دول الخليج التي تصبح لها هواجز من هذه التنظيمات الارهابية فتبحث عن الحماية الامريكية الدائمة الان فيما يتعلق بتدعيات هذه الاطاحة بابو بكر البغدادي وبقيادة اخرى تعمل معه في تنظيم داعش الارهابي هل سيكون لهذه الاطاحة ستكون نقطة حد ووضع حد لتنظيم داعش الارهابي خاصة فيما يتعلق بالحروب المفتوحة في عدة ساحات على الاراضي العربية وهذا ما يهمنا في مواجهة هذا التنظيم الارهابي هل ستتأثر الدول العربية وفي بابينها تونس؟ في اعتقادي ان القضاء على تنظيم داعش ابو بكر البغدادي لن يكون نهاية لهذا التنظيم لانه هناك التقديرات اولية بانه عدد المقاتلين الموجودين الحاليا في سوريا وبعض من العراق في حدود 15 ألف مقاتل معناها داعش هي فكرة في نهاية الأمر هي مشروع ارهابي متطرف لا يمكن القضاء عليه بمجرد القضاء على زعيمه هذه من ناحية أولى من ناحية ثانية هناك كذلك التنافس بين تنظيم الدولة وبتنظيم القاعدة في علاقة بتونس هناك تأثير بالضرورة اولا انا باعتباري مختص في هذا المجال يجب التحذير من ردة فعل انتقامية لبعض الخلائق ارتدادية لمقتل ابو بكر البغدادي عبدالعالم أساساً أو مثلاً في دول عربية كيف تقرؤون الأمر؟ عبر العالم وارد جداً بأن تكون هاتلك الخلايا النائمة أو الخلايا المنتشرة في كل أنحاء العالم لها ردة فعل في علاقة بمقتل زعيمي هذا من ناحية من ناحية ثانية في علاقة بتونس وهذا يوم موني أيضاً لأنه لدينا تنظيمات إرهابية موزعة في الجبال وخلايا نائمة في المدن يعني بين 2014 و2015 مجموعة من هذه التنظيمات باعت تنظيم داعش اليوم سيطرح السؤال على هذه التنظيمات بالعودة إلى التنظيم الأم أو التنظيم الأصلي الذين كان ينتمونه أو نقصد هنا تنظيم القاعدة يعني هذا الصراع بين تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة هو الذي سيعود إلى الساحة مجدداً سواء في المجال السوري العراقي أو حتى في المجال التونسي أستاذ قبل أن نختم لنربط ذلك بعودة بعض الذين سافروا إلى بؤرة توتر أساساً سوريا والعراق من التونسيين وهم عددهم تقريباً بين 900 و1500 كيف يمكن أن نتوقع ردود أفعالهم؟ كيف يمكن أن تتعامل معهم الدولة التونسية اليوم؟ خاصة أنه وأنهم موجودون بيننا ملف العائدين طرحوا هذا المجال لا يسمح بالحديث عن تفاصيله ولكن هي قنابل موقوطة كل الخطر في هؤلاء العائدين متأتي من فكرة معينة وهو أنه كثير من العائدين الذين ذهبوا بدون جوازات سفر ثم عادوا ولا علم للإدارة التونسية أو للداخلية التونسية بهم كل هذه الجماعات أو هؤلاء الأفراد المنتشرين في داخل المدن هم في نهاية الأمر قنابل موقوطة يمكن أن تؤثر على الوضع الأمني في البلاد هنا يتطلب الأمر كثيراً من الحذر كثيراً من الفتنة مع توجه سياسي جديد وحكومات جديدة ورئاسة جديدة نحن مطالبون بوضع تصور شامل وعميق للتعامل مع ملف الإرهابي شكراً لك أستاذ عبيد الخليفي المختص في الجماعات الإرهابية على هذه الإضاحات انتشرت اليوم بشوارع بغداد قوات تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب العراقية وتم تعزيز حماية المنشآت السيادية والحيوية بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لواكد جهاز مكافحة الإرهاب أنه تلقى أوامر باستخدام الوسائل والإجراءات المتاحة جميعاً لوضع حد للاحتجاجات المناهضة حكومة المهدي تصعيد أمني يمبادر به رئيس الوزراء العراقي يومان عقب بدء موجة احتجاجات ثانية في العاصمة بغداد ومدينة نصرية مسفنة عن سقوط 67 من العراقيين قتلى في حصيلة مرجحة للارتفاع عدى إصابة المئات بشروح نعود إلى تونس وأخبارها الآن مع خاتمة الشهر على إيقاع الإيجابية والحيوية نشاط برمجته الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثادية أحياء لمناسبة أكتوبر الوردية الذي بات تقليداً صحياً واجتماعياً في تونس عبر تنظيمها بالتعاون مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع تظاهرة رياضية تثقيفية توعية بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثادية نساء من كل الأعمار والفئات كنا في الموعد صباح اليوم للمشاركة في فعالية تظاهرة توعية حول التقصي المبكر لسرطان الثادية تحت شعار تفقد روحك وذلك ضمن الاحتفال بشهر أكتوبر الورد التظاهرة كانت رياضية وتحمل رسائل تثقيفية وصحية الرياضة هي أحسن وسيلة بش نعطيوها الرسائل ونعطيوه نحسو مجتمعنا المدني نساء رجال صغار على توقع من عدة أمراض والحمدول هكريتو الرياضة تلم تلم الصغار تلم نساء ونعطيوه فرصة للتوانسة بش يشوفوا أنه رياضة نجم تلمنا حسوه إنسانا خاصة في شعر الورد يديه والرياضة تعاون من احتمال الإصابة بسرطان الثادي ديجا وقت اللي الإنسان المرأة ولا راجل يعمل رياضة ويعمل مارش حتى معنا بصفة مستمرة دونك هذك يقلص من نسبة احتمال الإصابة بسرطان الثادي مع المشي زيدا نوعيه المرأة باش تفقد روحها عنا فلاير اللي فيهم نصائح كيفاش المرأة كل شهر تتفقد روحها تخصص الروحها نصيف ساعة في الشهر باش تتفقد روحها على قد ما هي تتفقد روحها كل شهر تولي تحفظ بدانها تعرف بدانها واصل المباشر وتقديم النصائح والمعلومات الدقيقة حول أهمية التشخيص المبكر لسرطان الثادي من أبرز أهداف هذه التظاهرة من دي ميتسان دي بنيفال دي جن معناتها تلقى معناتها الانفورماشن كي سأنا معناتها الفيسي بخزيدانت بتاع الاسوسيياشن فالسرطان شنو هو معناتها المالدي شنية لكوز متاعه برشة توعية برشة تحسيسة من العبيد الكل مش نوعي والناس يجب أن يتفقدوا روحها بالنسبة للتقصي مرضى السرطان الإقزامان كلينيك اللي عملوه مرة في العام والإقزامان فيزيك اللي المرأة تعملوا براتيك ما كل نهارين ولا ثلاثة كيتفيق بحاجة وتمشي تشوف عليها العلاج متاع وسهل ما يخلطوش للشيموتيرابي ما يخلطوش للراديوتيرابي وبين الأنشطة التوعوية والتثقيفية والعيادات المجانية تتواصل فعاليات أكتوبر الوردي لنشر الوعي بأهمية الوقاية من سرطان الثجي الذي يصيب سنويا ألفي امرأة في تونس في شأن السحي أيضا وبمناسبة اليوم العالمي لمرض الروماتيزم التأم اليوم ملتقا إعلاميا نظمته الجمعية التونسية لمرضى المفاصل والعظامة وجمعت فيه مختصين في المجال بعدد من المرضى تسهيلا لبلوغهم المعلومات الضرورية توقيا من الداء وقصد تبسيط سبول التعامل معه بالنسبة له 2% من التونسيين من فئات عمورية مختلفة لا يعانون من الالتهاب المزمن في المفاصل أو ما يسمى بمرض الروماتيزم وذلك وفقا لرئيس الجمعية التونسية لأمراض المفاصل والعظامة الذي أكد أن هذا النوع من الالتهاب ينقسم إلى عديد التصنيفات تصل إلى الالتهاب الحاد وتشكل أعويجاجا في المفاصل وهذا الالتهاب له أعراض مختلفة وجيعة التهاب في المفاصل عدم الحركة أو قلة الحركة بالنسبة للأعضاء متاعنا خطر توجع كل مرة فيما فترة حادة متاع وجيعة الإنسان ينكمش على نفسه ولذا نحن أكد على الكشف المبكر باش تكون التداوي أسل وأنفع عملية علاج الالتهاب المزمن في المفاصل تتطلب وجوبا وفقا للطبيبة المختصة في أمراض اللوماتيزم المحجري التداوي المستمر دون توقف مشيرة إلى أن الكشف المبكر للالتهاب في المفاصل هي أولى مراحل العلاج وأهمها العلاج المعروف الأكثر في الالتهاب المزمن في المفاصل هو الميتود خيكسات التي الناس تخاف منه برشا أما هو أهم العلاج باش نقول له أكثر من 60% من الأمراض المرضى اللي عندهم الالتهاب مزمن في المفاصل باش يتحسنوا بالعلاج هذي 40% هذين كان 30% اللي ما تحسنوش بالدواء هذي متعنقلوا أول مرحلة فما الدوية أخرى اللي هي النوع من الكيميوي اللي موجودين غالين يتعطوه على صندوق الزمان الاجتماعي واللي هما نقوله 40% من المرضى اللي ياخدوا الدواء هذي 90% باش يتحسنوا فيما أكد المختص في العلاج التبعي عبدالرقوف عبدالبي على أن العلاج بالمياه المعدنية من أنجع الطرق التي تقي المريض من تفاقم الألام وتحد من انتشارها في جميع المفاصل في العلاج بالمياه المعدنية اللي هو يعطي فايدة كبيرة ومساحات المريض 6-7 أشهر يحس بتحسن حركية خير التهابة أقل وآلام أقل وفي العلاج بالمياه المعدنية تم جانب اللي نهتم به أكثر هو العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي هو ينشط العضلات وينقص ما تمنحدة غادور غاكتكوليار ويخلي الشخص ما تيتحرك بسهولة أكثر هي نسائح للحد من آلام الالتهاب المزمن للمفاصل قدمها مختصون في هذه التظاهر الصحية التي تم تنظيمها بمناسبة اليوم العالمي لمرض اللوماتيزم الذي ينتظم في 12 أكتوبر من كل سنة إلا زانوش من ولاية غفصة والكريب من ولاية الكافة في انتقلت اليوم قافلتان صحيتان متعددتا لاختصاصات تقريبا للخدمات العلاجية والصحية من المواطنين في الجهات الداخلية البعيدة عن المرافق والمؤسسات الصحية الكبرى بمناسبة ذكرى ثلاثة وستين انبعاث الجيش الوطني حلت قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات بمعتمدية زانوش من ولاية غفصة وذلك بهدف تقريب خدمة الصحية من متساكنية المناطق المتاخمة للمرتفعات تضمن التطباء عسكريين في 15 اختصاصا وأكثر من 40 إطارا شبه طبي عسكري نقربوا الخدمات العلاجية المختصة للمواطنين هنا في ولاية غفصة والبعد الثالث زادا باش نرهروا للطب العسكري راهو للطب العسكري ضمن النشاط العسكري راهو يقرب للمواطن ماهوش كان معتل خدمات العلاجية في إثار استراتيجية كاملة لمقاومة الإرهاب بجمع أصناف موفرين كيف كيف راهو أمبيلانس موفرتها وزارة الدفاع الوطني على مستوى الزرعام الصحة العسكرية باش تأمن توصيل مرضى هدومة للمستشفى اذا كان استلزمت الحالة متاحة هذه القافلة الصحية والتي تواصل توجودها بالمنطقة لمدة يومين مثلت فرصة لأهالي معتمانية تفتقر لطب الاختصاص ولا تتوفر إلا على مركز رعاية صحية أساسية هذه القول للناس يقولون ظروفها نفس الظروف الظروفنا حالتنا اجتماعية تحت السفر اللهم هم باش مجوش وشفون فرصة باش نحكيوه الناس تشوفنا برشة جولة هنا والكل خاطر عنس بطارة ما مش متوفر فيه الطب والكل وحاجة به أني فما حاجة كيف هيك تصير في منطقة ما فاها شيء نسمعني لاش بجرن يمشون من قابل بالفلوس قال لغالف مع الجهد يجيب ورب والله العظيم كان فينا معناها فمتي لتيرك بالقفصة ميل قشركوب ويتسلف هفرحنا أنا أقولنا على أقل أقرب نقطة وفي الكاف تولت قافلة صحية متعدة الاختصاصات بالمستشفى المحلي بمعتمدية الكريب تقديم كشف مجاني وأدوية لأكثر من 500 منتفع من أهل الجهة القافلة أمنها طبها في اختصاصات مختلفة كطب الأطفال والنساء والتوليد والقلب والشريين والأنف والأذن والحنجرة هنا في منطقة الكريب وما يخفيكم نفتقر لطبة الاختصاصات ونحن في حاجة كبيرة القافلة كما هكا متعدة معناها جايتنا الطب بيش معناها تكشف على برشة نوعية من الأمراض هذه الخطوة التي شارك فيها نادي روتري قرتاج أعتبرها أهل الجهة في غاية الأهمية وذلك الافتقار الجهة لطب الاختصاص وسهلت عليهم أشقة التناقل إلى المناطق المجاورة والذهاب إلى العاصمة للتداوي هذه القافلة الصحية أجمع المتفعون بخدماتها على أن حول لها بمثل هذه المناطق فرصة يراد تجديدها في كل مرة فانتظار تعميم الطب الاختصاص بكل الجهات في خبر تنموي وفتح لباب النقاش مع متساكنية دوائر البلدية من أجل تحديد مشاريع القربذة الأولوية عقد مجلس بلدية أريانا أولى جلساته التشاركية تنفيذا لبرنامجه السنوي الخاص بالاستثمار عشرين وألفين نزولا عندما تنص عليه مجلة الجماعات المحلية بضرورة مساهمة المواطن في شأن المحلي عبر المشاركة في سياغة البرنامج الاستثماري للبلدية عقد المجلس البلدي بمدينة أريانا أولى الجلسات التشاركية للبرنامج السنوي لسنة عشرين وألفين الذي تستأثر فيه مشاريع البنية الأساسية بنصيب الأسد من ميزانية العام المقبلة جلسة هذه تتعلق بجميع مشاريع القرب والتي تمس المواطن مباشرة الغاية منها كما قلت لك راه التشخيص الفني والتشخيص المالي تقدم مشاريع السابقة وتقريبا حالة كل المشاريع في هذه السنة سنة 2020 معناها العنوان الثاني لبلدية أريانا بيكون في حدود تسعة ملايين دينار مشاريع جديدة منها نصيب الأسد للمسار التشاركي للمشاريع اللي بتجي من عند مقترحات المواطنين في حدود حوالي خمسة مليون دينار البقية بيكون للمشاريع المهيكلة وبيكون للمشاريع الإدارية بالنسبة لمساكني دوائر البلدية بأريانا الحاضرين في أشغال هذه الجلسة التشاركية فقد تباين تراء عدد منهم بين من يعتبر المشاركة في هذه الجلسة من شأنه أن يوصل إلى حلول لبعض الإشكاليات وآخر يقدر أن مشاركته فيها لا جدوى من ورائها كل هذه غير صحيح لم يكن صحيح بالمرة لأن وقعنا نقبل أن نجتمعنا أكثر من الاجتماع واتفقنا على حاجات وقترحنا إنجازات واتفقنا عليها وبعد نهارين أو ثلاثة بعثونا قالوا نحن هاو النقاط اللي وقع معناها الاتفاق عليها وكان الأمر هذيك يجيونا في آخر جلسة ويرجعونا البرنامج اللي اعطوه أول مرة بحيث وكأكل جلسات وكل نشات هباء أنا بنا حاضرة اليوم على خطر نحب نشارك ونحب نشوف معناها نلقى حلول ونطرحوا المشاكل اللي عننا باش نقوى الحلول مثلا أنا في نسكن في حين نزنا عنا برشة مشاكل اللي يمكن شكالية متع ثلاثين سنين وما تسلحت ويشار إلى أن هذه الجلسة التشاركية لكافة دوائر البلدية بيريان ستتلوها أربع جلسات يتم أثناء الاستماع إلى المتساكنين وتحديد مشريع القرب ذات الأولوية وتوعية بهمية مقاومة التلوث البيئي ومخاطر النفايات البلاستيكية على البحر الأبيض المتوسط وبن أجل مدن تونسية ذكية بيئيا عشى ملاء مارين المنستير اليوم جواء تنشيطيان طلقت من المركب الشراعي الفرنسي بلو باندا المحطة البيئية المتناقلة التي تجوب المتوسط منذ فترة ضمن برنامج صندوق الطبيعة العالمية الخاص بتوعية الشعوب بخطورة تلوث البيئي بالمواد البلاستيكية من إيطاليا ثم اليونان والتركيا إلى تونس يرسو المركب الشراعي الفرنسي بلو باندا أو ما يعبر عنه بالعربية الباندا الزرقا بميناء مارين المنستير في إطار برنامج الصندوق العالمي للطبيعة الذي يقوم بتوعية الناشئة والمواطن بأهمية مقاومة التلوث البيئي وتحسيسهم بأثار ومخاطر آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية على البحر الأبيض المتوسط صحيح أن أكثر من 600 ألف طن سنويا تتصب من البلاستيك في البحر المتوسط صحيح تونس لا يميش من ملوث الكبير هو حوالي ما بينه 22 دولة نحن المركز مطاعنا في 13 لأنه من يجوش برشا بلاستيك إحنا الدراسة والبرنامج اللي انترقنا فيه منذ خمس سنوات هو نحو تقليص التأثيرات السلبية للأكياس البلاستيكية على المحيط والتوجه إن شاء الله مش يكون بمنع استعمال وتداول الأكياس البلاستيكية ذات للإستعمال الوحيد وفي هذا الصدد أبرمت ست بلديات ساحلية اتفاقيات شراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة لتطوير مدن ساحلية ذكية والتحكم في مقاومة التلوث البلاستيكي إن شاء الله بيكون فهم ما دعم صندوق بيش نفضوا يعني برامج بيش تحاول نحدوا من هالتلوث اللي تجعل البلاستيك في مدينتنا بإذن الله مدينة مناسير شبه جزيرة وهي ربما مهدى أكتر من غيرها بالتلوث البلاستيكي سواء كان ذلك في البر أو في البحر كما شارك ممثلون عن المجتمع المدني في هذه التظاهرة والاتلاعي على بعض النماذج والعينات من التلوث الموثقة خلال رحلة هذا المركب حب نوعي اللي معناها البلاستيك كأون جنيرال يشكل تهديد واختر على معناها صحتنا في المستوى أول وعلى صحة الكينات البحرية كما السلحفات البحرية معناها مهما كان نوع البلاستيك شكاير ولا بابي ولا باي ولا أي نوع من البلاستيك عنده تهديد على السلحفات نطفو كل شيء بلاستيك لذلك لا تعرفوا بعد سيزن تصيف في مبرش ديشي قعدوا كمتاع الصيف لذلك نطفوهم وللإشارة فأن برنامج صندوق العالمي للطبيعة بفرنسا يستهدف بنشاطه ستة دول متوسطية وعشرة ألاف مواطن ليواصل بعد ذلك رحلته إلى المغرب بعد زيارته إلى بلادنا أنشطة ثقافية متنوعة ذات أبعاد توعوية أساسا تلفت اهتمام الناشئة إلى أهمية العمل التطوعي وتشريكهم فيها عشتها اليوم مكتبة حبم الأغزاز العمومية من ولاية نابل تزامنا مع حملة وعية التي أطلقت على الفضاء الافتراضي المحامل الثقافية بأصنافها أساس من أسس بناء الحضارات والثقافات نشاطاتها كما ذهب عديد المنظرين أعتى مناهج تكوين البنية المتكاملة للإنسان وأداة شديدة الفعالية في بناء شخصية الأطفال وعلى هذا المنهج انتظبت بفضاء المكتبة العمومية بحمام الأغزاز تظاهرة تثقفية تنشيطية توازنا مع حملة النظافة حالة وعي ورشة الرسم للأطفال ورشة المطالعة كذلك العرض الموسيقي كذلك حملت نظافة للمحيط هذا الحرك الثقافي التوعوي كانت كل المشاركات التأثيرية فيه طوعية لما في هذا الفعل الثقافي من إيجابيات على سلوكيات الناشئة العمل التطوعي هو مسيندراء للمجتمع المدني ضروري جدا في النظافة في التزوية في الإعانات في تحسين خاصة المؤسسة العمومية يجبنا أن نوقفوها هاتفة للأطفال وحتى الكبار في السن بش أنهم يشاركوا في العمالة ذي ليعمل فنية نبيلة برشة التشجيع حتى للأطفال ذي بش يكونوا قابلين مقبلين على دوار الشباب دوار الثقافة خطعنا برشة نوادي غادي في جميع المجاليات قدنا نطالعوه وحطونا الأغنية والموزيكا عجبني كتبدأ كتبدأ أنت تقرأ في القصص وتبدأ الموزيكا عليه يعمد المنظمون والمسؤولون على هذه التظاهرة على امتدادها على كابل السنة ترسيخا لمبدأ نجاعة العامل الثقافي في رسم ملامح الأجيال القادمة في جديد الرياضة وضمن بطولة الرابط المحترف الأولى لكرة القدم تابع النادي الإفريقي نتائجه المتميزة من خلال فوز بثنائية نظيفة على شبيبة القيروانة في اللقاء الذي جمعهما بعد ظهر اليوم لحساب الجولة السادسة وحسم التراجي الرياضي لفائدته بهدفين لقاء القمة أمام مضيفه نادي سفيقسي فيما اكتفى الاتحاد المنستيري بتعادل بهدف لمثله مع نادي حمام الأنف وصل التراجي الرياضي تونسي الزحفة وبثبات نحو صداره بعدما حسم لفائدته بثنائية كلاسيكو ذهاب الجولة السادسة من بطولة الرابط المحترف الأولى الذي جمعه بمضيف نادي رياضي سفيقسي بملعب الطيب المهيري وامتظر تراجي العاصمة الذي أهدر ركلة جزاء منذ دقيقة الحدية عشرة بعدما صد الحارس أيمن داحمان كرة أنيس البدري ورفض الحكم هدفا بداعي تسالل مؤثر للجدل في الدقيقة الرابعة والثلاثين حتى دقيقة الرابعة والأربعين لجد نفسه في طريق مفتوح نحو الشباك عبر رأسية اللعب أنيس البدري الذي تمكن من إضافة الهدف الثاني للتراجي في الدقيقة الرابعة والسبعين بعد أنداد ذكي من زميله حمد الهوني من جهته تابع نادي الإفريقي ورغم الأزمة المالية الخانقة حصد العلامة الكاملة بعناصر الشابة وبقيادة فنية متميزة من المدرب لسعد الدريدي من خلال فوز مستحق بهدفين نظيفين على شبيب القيروان حمل توقيع باصيرو كامباوري في دقيقتين السادسة والخمسين والثامنة والخمسين وأمام مدارج خالية بملعب المنزة إثر عقوبة الرابدة بثلاث مباريات أندي الإفريقي الذي يعيش على وقع عقوبات الفيفا المتتالية وهجسة نقاط التي باتت ما بين أخذ ورد لم يترك عادته الفرصة تمر دون أنضاء انتصار آخر وثلاث نقاط أخرى ولسان حاله يقول اتركوا لنا الميدان فنحن أدرى به وكافحوا أنتم من أجل استرداد حق المسلوب في المقابل فوت الاتحاد المنسيري على نفسه فرصة الابتعاد أكثر في السدارة بعدما اكتفى بالتعادل بهدف بهدف أمام مضيفه ندي حمم الأنف الذي كان متقدما بهدف حمل توقيع كوبكو منذ دقيقة الرابعة والعشرين قبل أن يدرك الاتحاديون التعادل في الدقيقة الرابعة والستين وفي باقي المواجهات تغلب هلال الشاب بهدفين نظيفين على النجم المتلوي الذي تابع للجولة الخامسة تواليا نزيف نقاط وأنقاد النجم اليد الساحري إلى الهزيمة على أرضه بهدف لاثنين أمام ضيفه ندي البنزارتي من جهاته حقق الملعب التونسي المهم بتغلبه على ضيفه اتحاد تطوين بثنائية نظيفة فيما تغلب اتحاد بن جردان بثنائية مقابل هدف على الوافد الجديد مستقبل سليمان جامعة تونسية لكرة السلاء انهاء العلاقة التعقدية مع المدرب البرتغالي لأكابر المنتخب الوطني ماريو بالما بعد فشله في ترشيح الفريق خلال العاب الأولمبية التي تستضيفها توكيو العام القادم وهو شرط من الشروط العديدة التي نص عليها عقده مع الجامعة التونسية لكرة السلاء بالما كان تولى مقاليد المنتخب الوطني الفنية قبل ثلاث سنوات خلفا لتونسي عادل تلاتلي وتوي جمعه بلقب الأفخ بسكات 17 و 2000 أحرز لاعب الكاراتية التونسي ثامر سليمانيا الميدالية الذهبية لوزن أقل من 84 كيلوغرام في اختصاص كوميتيلي لفئة أقل من 21 عاما ضمن بطولة العالم للكاراتية الصغر وأوسط المقامة منافساتها بالعاصمة تشيلية سانتياغو في المقابل تحصل تونسي الثاني أحمد رايان تليلي على الميدالية البرونزية لوزن أقل من 63 كيلوغرام في اختصاص كوميتيلي صنف الأساغر نحط رحالة الآن مشاهدين في رحاب أيام قرتاجة سينمائية مع السينما الشتات القسم الجديد الذي أضيف في دورة نجيب عيادة 30 لبرنامج الموعد السينمائي العريقة إضافة إلى ورشات متخصصة في سينما الوثائقية كاميرا الأخبار رصدت أراء بعض الضيوف المهرجان في هذه الإحداثات الفنية مكنت إدارة أيام قرتاجة السينما أيام يعيش خارج حدود الأوطان العربية وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء من عرض أفلامهم من خلال قسم السينما شتات اليوم نعطي الفرصة نخلي الفرصة للليجون اللي في تونس أنهم يأخذوا الدعم هذا أنا الحمد لله اليوم مع أمر ساريكايا لدينا فيلم انترناسيونال فيلم جبنا فيه 35 ممثل من العالم الكل وقتنا نحب أن نحكيه على هجرة ناس من بلاد لبلاد كاليجيئين الأفلام الوثائقية خاصتها الأيام بوارشات عمل ولقاءات بين المهتمين بهذا الشكل السينمائي الفيلم الوثائقي يمكننا من تناول الواقع والحياة اليومية للناس من خلال الصورة وتحافظ أيام قارتة جسيم أي على أقسامها القارة منها المسابقة الرسمية المخصصة للسينمائات العربية أخرى تنتمي للقارة السمراء يبدو أنها متفاوتة من حيث الأشكال التعبيرية والرؤى الفنية الإهتمام العالمي كله عن اليمن إنه عبارة عن شريط أخبار إحنا كوليرا إحنا موت إحنا ما فيش أمل فالي أنا بحاول أسويه بالأفلام كصوت يمني أنا عشت وتربيت كل حياتي في اليمن إنه إحنا أكثر من كده إحنا ناس إحنا زينة زيكم إحنا عنا أمل إحنا نقدر نبني بالذات الجيلة الآن الطالع اللي بيعمل أفلام صوتنا إحنا لازم يوصل مش صوت حد جاي من برا السينماءات العربية أكثر تنظيما من مثلاتها في القارة السمراء لأنها تصبيقها تاريخيا فهذه السينماءات التي لها تاريخ مطلوبة أمضي بعض القلق بخصوص السينماءات القارة السمراء وتستضيف أيام قرطاجة سينمائية هذه سنة كلا من لبنان والشيري واليابان ونجيريا كسينماءات ستعرف بنفسها من خلال الأفلام التي ستعرض في إطار قسم سينما تحت المشهر وحتى تواكب معنا ليلة أيضا مشاهدين أجواء دورة المرحوم نجيب عيادة ثلاثين من أيام قرطاجة سينمائية نخرج معا ونرافق مفد الأخبار إلى فضاءات المناسبة طارق بن معاوي لنطالع على نسق الحركية والديناميكية التي تشهدها فضاءات عرض الأفلام والفضاءات العامة وسط العاصمة وهي تعيش إيقاع السينما العربية والإفريقية أهلا بك طارق نحن معك إذن في جولتك هذه عبر الأفضية والشوارع فتفضل شكرا سامي هذا هو شارع ببرقيب العاصمة الذي يتحول بمناسبة أيام قرطاج السينمائية إلى فضاء كبيرا لعرض الأفلام المدرجة في إطار أيام قرطاج السينمائية الآن استماع من الركح المنتصب في هذا الشارع نغمات لألفنان رامي خليفة ابن مارسيل خليفة كنا قبل قليل زرنا بعض قاعات السينما ولحظنا أن الطوابير بدأت تتشكل لمتابعة الأفلام التابع أو المدرجة في أخسام مختلفة مثل سينما تحت المجهر أو المسابقات أو الفلام المدرجة في مختلف المسابقات وكذلك الأفلام العالمية ربما لاحظنا أيضا أن الفضاءات المقاهي والمطاعم المترامية على أطراف هذا الشارع تحولت إلى فضاءات لا تداول بشأن الفن السبب بأتبار أن هذه الفضاءات هي قبلة زوار تونس إما للأخذ قسط من الراحة أو لتناول وتذوق الأكلات التونسية حتى تكون الصورة أوضح زرنا مدينة الثقافة ولاحظنا أن هناك طوابير كبيرة من السيارات وأصحابها داخل قاعة الأوبير أم لمتابعة عرض فاتن الجزيري عرض سراب أم هم قد تابعوا فيلم فاضل الجزيري هذا الفنان التونسي الذي تتشكل تجربته من أنمات تعبيرية مختلفة الموسيقى والمسرح وكذلك جمالية السينما وسألنا عدد من المواطنين قالوا لنا نحن شغفون نحن شغفين بالسينما وخاصة بالسينما التونسية لأن التعكس واقعنا هي عكاس لنا كتونسيين وربما فاضل الجزيري أراد من خلال فيلم جرة أن يعكس قصة أبو يزيد بن خويلد هذا الذي عاش في الجهلية وأراد أن يدعو لمقاومة الظلم فتحول هو بنفسه إلى ظلم وربما فاضل الجزيري أراد أن يسقط هذا أو أحداث هذه القصة على واقع بعينه ربما تحولات كبيرة على مستوى التنظيم على مستوى المظامين ولكن الثابت هو هذا الجمهور هذا الجمهور الذي قال عنه المخرج السينغالي مساسيني أبهرت بجمهور يصطف طويلا في التوابير لدخول قاعة السينما وقال عنه محمد السيام هذا المخرج المصري أبهرت بجمهور يتحمل تقلبات والصعوبات المناخية من أجل دخول قاعة السينما ربما هذه صورة عن ما يحدث بشارع الحبيبة بورقيبة وبمحيط شارع الحبيبة بورقيبة أردنا أن نقولها لكم في هذا الربط المباشر الثاني شكرا لك ترق بن معاوي موفد الأخبار إلى شارع الحبيبة بورقيبة كنت تنقل لنا أجواء الاحتفالات وكيف يعيش تونسيون وضيوف تونس اليوم الثاني وليلة الثانية من مهرجان قارتاج للسينما انتهت نشرتنا مشاهدينا وهذا تذكير بعنوين الأخبار الرئيس الأمريكي يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي مبكر البغدادي خلال عملية عسكرية أمريكية بمدينة إدلبا سوريا تظاهرة رياضية تثقيفية لتوعية بأهمية تقصي سرطان السدي مبكرا وتقديم نصائح ومعلومات دقيقة لتفادي المرض 2% من تونسيين يعانون التهاب المفاصل ومختصون يدعون إلى أهمية استمرار العلاج ويعرضون حلولا بينها العلاج بالمياه المعدنية وحتى تتابع دوما مستجد الأخبار بوابة التلفازات التونسية على ذماتكم مشاهدين سرطان توقيت